السلام عليكم في هذا الفيديو أقدم لكم درس الهندسة الفضائية الخاص بتنامذة سنة الثالثة من التعليم التانوي الإيدادي وسأتحدث في هذا المقطع عن الأوضاع النسبية أولا الأوضاع النسبية لمستقيم ومستوى ثانيا الأوضاع النسبية لمستقيمين في الفضاء سنبدأ بالأوضاع النسبية لمستقيم ومستوى نبدأ بتعريف نقول أن المستقيم يوازي مستوى إذا كان ضمن المستوى أو إذا كان المستوى والمستقيم لا يشاركان في أي نقطة كما توضح الصورة أسفله المستقيم D يوجد ضمن المستوى B والمستقيم L لا يشارك مع المستوى B في أي نقطة إذن من خلال التعريف نستنتج أن المستقيم يمكن له أن يكون أولا مستقيم يقطع مستوى يعني المستقيم يقطع المستوى في نقطة واحدة كما توضح الصورة هنا المستقيم D فتحة يقطع المستوى B في النقطة A ثانيا مستقيم ومستوى متوازيان قطعا يعني لا توجد نقطة مشاركة بين المستقيم والمستوى كما ترون في الشكل أسفله لا المستقيم D ولا المستقيم D فتحة يشاركان مع المستوى B في أي نقطة ثالثا مستقيم ضمن المستوى كما توضح الصورة المستقيم D يوجد ضمن المستوى B ويمكننا القول أن جميع نقطة المستقيم D تنتمي إلى المستوى B إذن الآن نمر إلى ثانيا الأوضاع النسبية لمستقيمين في الفضاء نبدأ بتعريف يكون مستقيمان مستوائيان اذا كان يوجدان ضمن نفس المستوى إذن من خلال التعريف نستنتج أن مستقيمين يمكن لهما أن يكون مستوائيين أو غير مستوائيين مستوائيين يعني إما متقاطعين متوازيان قطعا وانطبقان الكلمة كوبلا ناغ تضم ثلاث مقاطع وهذه المقاطع الثلاث ستساعدنا على تذكر أن هناك ثلاث حالات ممكنة مثلا أولا كوب ثانيا لا ثالثا ناغ إذن في حالة ما إذا أردنا تذكر الحالات التي يكون فيها مستقيمان مستوائيان يعني أن هناك ثلاث حالات ممكنة نبدأ بالحالة الأولى أولا مستقيمان متقاطعان إذا كان مستقيمان متقاطعان فهما يشكلان مستوى إذن فهما مستوائيان لأنهما يوجدان ضمن نفس المستوى كما ترون في الشكل ثانيا مستقيمان متوازيان قطعا إذن يوجد مستوى يمر من المستقيمين معا يعني المستقيمين دي ودي فتحة يوجدان ضمن نفس المستوى إذن فهما مستوائيان ثالثا مستقيمان منطبقان إذن فهما مستوائيان كما توضح الصورة والآن نمر إلى حالة مستقيمان غير مستوائيان نبدأ بتعريف يكون مستقيمان غير مستوائيان إذا لم يشتركا في أي نقطة كما توضح الصورة أسفله المستقيمان دي ودي فتحة لا يشتركان في أي نقطة إذن فهما غير مستوائيين وكذلك المستقيمان دي ودي فتحتين لا يشتركان في أي نقطة إذن فهما غير مستوائيين وأخيرا المستقيمان دي فتحة والدي فتحتين غير مستوائيان لأنهما لا يشتركان في أي نقطة وصلنا إلى نهاية هذا المقطع أعطيكم موعد إلى اللقاء تاني لنكمل هذه الفقرة الخاصة بالأوضاع النسبية وسنتحدث عن الأوضاع النسبية لمستويين إلى اللقاء